على خلفية الجائحة شهدنا وقتا صعبا من الناحية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم وفي تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي والذي أصدرناه منذ بضعة أسابيع قمنا بتغفيد العديد من التوقعات عالميا بالنسبة لمصر قمنا برفع توقعات النمو وتوقعنا نموا بـ 5.5% لهذا العام والعام القادم وهو يفوق توقعات النمو العالمية لكن ماذا عن الدين الخارجي لمصر ونحن نرى توسع الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في الاقتراض خارجيا؟ شكرا على هذا السؤال وأعتقد أن توقعات النمو مؤتية نسبيا وعالية نسبيا لأن الاقتصاد في مصر استمر في أدائه الجيد خلال الجائحة وذلك بسبب الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة ونتيجة لهذه الإصلاحات تراجع الدين الخارجي لكنه لا يزال مرتفعا وماذا عن ملامح استراتيجية الشراكة مع مصر 2022-2026؟ لا تزال مصر شريكا مهما جدا واستراتيجيا للبنك الدولي وبدأنا للتوم ناقشة استراتيجية أطر العمل الجديدة لشركات الدول على مدار خمس سنوات ولا نزال نركز على بعض الموضوعات التي ستكون في غاية الأهمية بما في ذلك تعزيز القطاع الخاص لخلق الوظائف كما سنستمر في التركيز بقوة على التنمية البشرية وعلى النمو المستدام حيث أصبح أكثر أهمية من قبل إذن البعد المناخي مهم جدا وبما أن مصر ستستضيف مؤتمر كوب 27 فهذا سيمثل فرصة ضخمة للتقدم في النمو المستدام في مصر وكم تقدر محفظة مصر من البنك الدولي خلال عام 2022؟ في الوقت الحالي لدينا حوالي 6 مليارات دولار في 15 مشروعا في مصر وسنستمر في هذه الشراكة في المستقبل